في الوقت الذي يشكل مواطن من غلاء أسعار المواد الغذائية بصورة عامة والذي اكتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك الدوائر الرقابية في وزارتي التجارة والداخلية نظمت حملة لمراقبة أسواق الجملة في جانبي العاصمة بهدف إيقاف جماع التجار المتلاعبين بالأسعار في وقت سبقتها مبادرة فتح المنافذ التجارية الحكومية ما قلل العباء على المواطن عملية الضبط مشتركة بصلاحيات مواد منتهية الصلاحية وبدون علامات تجارية أيضا مواد غير مثبت عليها أساسا سعر الانتهاء الصلاحية مواطنون أرجعوا أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى تذبذ بأسعار الدولار والتبايني ففي اليوم الواحد يتغير سعر الصرف في السوق الموازي أكثر من مرتنا ما تسبب بغلاء فاحشنا في الأسعار مفوض الدولة توقف جميلة التاجية ماشي يقص مو يخلون مصارف فلوس لا ليش يعني 57 يقصوننا تم من 57 وبالشكر ياخد هكذا ماهكو دولار ثابت كل من يقصم كيفي كل حملة على التجار التاج جميلة ولفنا يمو يطلع المال مس وقت شي يطلع من جميلة يتحاسب أروح المحلة حاسبة هذا يقص لـ 57 وهذا يقص لـ 45 وهذا قص لـ 52 السوق ما ثابت ولا الدولار يعني ما تعرف تتسويك خافي نزيل السوق يعني ما تعرف ما تعرف شون شو وقت الدولار ينزل وشو وقت يستقر على مدعالم شوف دربها وتأتي هذه الحملات لسيطرة على أسعار المنتجات الغذائية بصورة عامة لا سيما بعد ورود شكاوة بوجود جشعا لتجار واستغلال المواطنة في شهر رمضان المباركة من بغداد أمير خفاجي السوماريقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر